لو انت حد عندك انسيدات في الانفة وبتعاني من حسيتي الجيوب الانفية او التهاب الجيوب الانفية اكيد عد عليك نوعين الاطراض دول النوع الاولاني وهو زي الاوكزيميت والاوتروفين والدلتارينو والرينكس الواع دي مش بتستخدمها اكتر من خمس ايام لان بعد كده هتعملك هي نفسها احتقان وتعملك اسوار جانبية انت مش هتحبها ولازم تعرف ان هي المادة بتاعها مش بيقعد كتير يعني ممكن تحتاج تستخدمها كل 6 ساعات او كل 8 ساعات بقل كتير بتعمل انقباط في الاوعية الدموية فبتشيل عندك الاحتقان النوع التاني وهو انواع البخاخات اللي هي الكورتيكوستوريد زي الانزونيكس الفريكس او اي نوع من دول النوع ده عشان تستخدمه ويجيب معاك تأثير الموجهه للجلد بتاع الانف مش بتوجهه للعظمي يعني لازم تدخله كده لازم الجلد بتاع الانف ده يكون نضيف لو انت عندك دور برد مسلا او عندك التهاب شديد والمناخير عندك مليانة زكام ده مش هيكون فعال معاك لازم تستخدم ده الاول لان ده اللي هيساعدك ان انت تطرد كل الزكام اللي عندك رغم ان هو سعره رخيص وبعد كده تستخدم ده ده فكرته ان هو بيقلل عندك الاحتقان والصداع والالتهابات اللي موجودة فيه الجزء دي بيخليك تعرف تتنفس لكن لو استخدمته على انف مليانة مخاط مش هيكون مفيد بالنسبة لك ابدأ بدا الاول وبعدين استخدم ده عشان دي غلطة ناس كتير بتقع فيها